وش اللي سوا الوالد خلاه يتميز ويستطيع أن يفتح عدة فروع ويختلف عن التجار اللي كانوا موجودين بسوق الطيب والبخور لا أعتقد أنه في ذاك الوقت كان التغليف بسيط تميز في التغليف الجميل اللي يملى العين اللي يعني صار المنتج اللي تعطيه يواجه اللي تاخده جميل فتقدر تقدمه هدية تقدر تحطه في مجلسك تقدر يعني شيء يواجه فهذه لعلها كانت يمكن أبرز الأشياء اللي ساعدت صحيح وبطبيعة الحال تغيرت معها المحلات وصار فيه هوية للمحلات وصار المحل اللي في الرياض مثل المحل اللي في جدة مثل المحل اللي في توبوك طيب كان ودي أعرف الحين العرفي في هذا التجار تحديدا إنها تجارة عائلية يديرها جد ثم الأبناء ويركزوا على فرع واحد غالبا كيف قدر الوالد يفتح فروع دون أن يكون معه مثلا مساندين من أخوانه أو أبنائه كيف قدر يصنع سيستم لإدارة هذه الشركة خصوصا أنه في ذاك الوقت لا كان فيه سيستم ولا كان فيه أنظمة يعني حديثة تساعده أنه يقدر يسوي كنترون على المخزون وعالمحلات لما قرر يأخذ خطوة في التجارة بدأ يقرأ عن التجارة وأفضل الممارسات وإدارات اللوجستية كيف تدار وصار يطبق ما يقراه في العملية جميل وفي ذاك الوقت كان يسافر عشان يجيب البضاعة من برا فيشوف الشركات الكبيرة واش تسوي وكيف تدير ويسأل الأسئلة الكريتكل اللي تفيد في عمله فلما يروح يشوف شركة واش تسوي ويرجع يسوي زيها في الرياضة موسيقى